قام المدير العام للمنظمات غير الحكومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أحمد جمال الدين ممثلا للوزير قام بزيارة لمشروع بناء مستشفى العيون بالدائرة الثامنة كان ذلك بحضور مدير جمعية العون المباشر مكتب جات الجهة الممويلة للمشروع محمد عثمان بشير إن هذه الزيارة التي قام بها ممثل وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي برفقة مدير جمعية العون المباشر مكتب جات ومعاونين له إلى مشروع بناء مستشفى العيون بالدائرة الثامنة تأتي هذه الزيارة بعد تسأة أشهر على بداية مشروع بناء هذا المشفى الذي يحظى بتمويل كامل من قبل جمعية العون المباشر الكويتية تحت إشراف تم من وزارة الصحة العامة في إطار التعون القوي الذي يجمع بين تشاد ودولة الكويت 85% من المشروع قد اكتمل حسب ما أكده ممثل الوزير ومدير المنظمات الغير الحكومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أحمد جمال الدين محمد إن هذا المستشفى يعد هو الأول من نوعه في تشاد وأنه يأتي استجابة لموضوع الصحة العامة التي تسعى الوصول إليها هذا ما أكده مدير جمعية العون المباشر مكتب تشاد أحمد بن حمد وأضاف أنه لا توجد أي مشكلة يمكن أن يكون عائقا لإكمال ما تبقى من مشروع وأنه وبنهاية يناير المقبل سيكتمل بناء هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر